أعلنت وزارة الداخلية أنها تسلمت الدفعة الأولى من الجواز الإلكتروني من الشركة المصنعة في ألمانيا مؤكدة أن هذه الدفعة ستصل البلاد مطلع الأسبوع القادم وكان مسؤولون في وزارة الداخلية قد أعلنوا في وقت سابق أن الجواز الإلكتروني سيتم صرفه قبل نهاية العام الحالي مشيرة إلى أن الجواز الإلكتروني يتميز بصعوبة تزويره بسبب الخطوط المائية المتعددة والمتداخلة والتي تمنع التلعب به ووجود الشريحة الإلكترونية التي تحوي بيانات خاصة بصاحب الجواز غير مرئية للتعرف عليه عند الاشتباه بالتزوير في المطارات في إطار سعيها المتواصل لتطوير وحماية الجواز الكويتي تسلمت وزارة الداخلية يوم أمس الدفعة الأولى من الجواز الإلكتروني الكويتي من الشركة المصنعة في ألمانيا الاتحادية وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد شؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح إن هذه الدفعة من الجوازات ستصل إلى الكويت مطلع الأسبوع المقبلة كما ستعقبها دفعات أخرى تسلم إلى الكويت تباعا في الأشهر المقبلة وأكد بيان لإدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن اللواء الشيخ مازن الجراح موجود حاليا في ألمانيا لإنجاز هذه المهمة برفقة وفد يضم المدير العام للإدارة العامة لنظم المعلومات في وزارة الداخلية العميد المهندس علي المعيلي ومدير إدارة نظم المعلومات عادل القلاف وكانت وزارة الداخلية قد وقعت في وقت سابق عقدا لتوليد الجواز الإلكتروني الجديد في إطار الخطوات الحثيثة للمؤسسة الأمنية للأخذ بأحدث أساليب التقنية في مجال تقديم أفضل خدمات المواطنين ويغضي العقد بتصميم وتصنيع الجواز في ألمانيا الاتحادية على أن يحتوي على شريحة إلكترونية وفق أحدث التصاميم ووسائل الحماية والأمان